ده كان آخر خبر لنا مع داخل جدران نادي الأهلي خلينا نروح للأخبار المحلية وعندنا الخبر الأبرز على الساحة الآن هو أن غدا إن شاء الله انطلاق بطولة العالم للرماية بالمسدس والبندقية طبعا هتتلاعب في ميادين مصر الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة ومش محتاج أفكر حضراتكم أنه صاحب المديلية الذهبية سيتأهل مباشرة إلى باريس عشرين أربعة وعشرين وطبعا البطولة هتتلاعب من 12 أكتوبر إن شاء الله هو بكرة حتى تمانية وعشرين الشهر ده اللي احنا فيه أكتوبر البطولة طبعا وصل عدد المشاركين اللي وصلوا بالفعل ألف واحد واربعين لعب رامي ورامية سمعين العدد وتمانية وتمانين دولة لا لا يعني حاجة تمانية وتمانين دولة جايين بيشاركوا في بطولة العالم في الرماية تمانية وتمانين دولة جايين عندهم ثقة أن البطولة تتنظم بشكل كبير جدا النهاردة كانت بداية التديب الرسمي طبعا كل الرماية راحوا اتمرانه النهاردة يصور بالتمرين والتعامل في ميادين الرماية وشارك فيه جميع الرماية والأجهزة الفنية والحكام علشان يختبروا الأسلحة والميادين وقال اللواء حازم حسني أن اللي يفوز بالمركز الأول وأكد على نفس الكلام هيروح بطولة العالم وبالمناسبة احنا عندنا لعب تأهل خلاص من البطولة اللي فات بطولة العالم اللي فاتت عزمي محلبة اللعب المصري اللي نجح أنه ياخد بطولة العالم اللي تلعبت من العيار الثقيل وتأهل مباشرة إلى باريس عشرين وعشرين بدون النظر إلى نقاطه يعني ممكن أنت ما كنتش جبت النقاط اللي بيها تتأهل إلى أولمبياد ولكن كنت خدت دهب في أي بطولة عالم أنت بتتأهل دايركت شورت كات على طول على بطولة باريس عشرين وعشرين الحقيقة برضو اتحاد الرماية من الاتحادات اللي شغالة وبتبزل مجهود كبيرة وزي ما أنتوا شايفين الدولة بتمدوا بميادين على أعلى مستوى وبنية تحتية في هذه الرياضة بشكل جيد وأنا أتصور أن طالما الرماية عندنا بشكل كويس هتبقى جيدة ده هنعكس على لعبتنا النهاردة اللي معنا الخماسي من الخماسي في الرماية جزء منها فكل ما تتفوق في لعبة كل ده ما بنعكس على طول على الخماسي الحديث اللعبة اللي هي تعتبر أم الألعاب أو اللعبة الأم في الأولمبياد زي ألعاب القوة لأنها الحقيقة شاملة أكتر من لعبة خمس لعبات غدا انطلاق بطولة مصر الدولية لريشة طائرة بمشاركة 30 فريق وده الخبر الأخير معنا وده أحد طبعا الإفنتات أو الأحداث اللي بتأتي تباعا لتنظيم الدولة المصرية للمحافل والاشتراكات الكبرى على مستوى العالم بكرا ان شاء الله يكون انطلاق منافسات بطولة مصر الدولية لريشة طائرة في نسختها رقم 6 واللي هتتلعب على صدر رقم 2 بصدر القاهرة الدولي في الفترة من 13 ل 17 أكتوبر اللي احنا فيه صورة منتخب مصر لريشة طائرة البطولة هي شارك فيها 30 دولة الجزائر فرنسا تايلاند كونغو السعودية انجلترا المانيا ناجيرا باكستان مالطا استونيا كازاخستان أذربيجان موريشيوس بلغاريا إيطاليا ماليزيا المجر جنوب أفريقيا البحرين سولفاكيا إسكتلندا اليونان زنبيا مينيمار الهند الأردن وغندا سويسرا بالإضافة طبعا إلى الدولة المستضيف أو البلد المستضيف مصر وكمان مصر ستستضيف خلال البطولة الدولية دي دورة تدريبية على هامش طبعا البطولة للمدربي أفريقيا وده هيعود بفايدة كبيرة على المدربيين الأفرقى وكان مسؤولين الاتحاد الريشة الطائرة برئاسة محمد كمال القائم بعمال رئيس الاتحاد قالوا ان حفل الاتتاة سيكون يوم الجمعة بإذن الله بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي حقيقة الراجل لا يعني يعني يتدخر جهد اللي حقيقة في انه هو يعني يساعد كل الاتحادات انها تظهر بشكل جيد خاصة في استضافة البطولات العالمية اللي بتكون على أرض مصر اللي حقيقة دي مش بس بتبقى فايدة فنية ولكن طبعا فايدة يعني لصورة مصر على مستوى العالم قد يه يعني في تطور كبير في البنية الرياضية المصرية كده يكون انتهت أخبارنا هنطلع لفاصل عشان نستقبل طبعا أبطالنا أبطال الخماسي مين هيكون معانا بعد الفاصل هيكون معانا طبعا محمد الجندي البطل العالم للشباب واللي فاس بالزهبية منذ أيام هيكون معانا كمان كابتن ياسر حفني المدير الرياضي الاتحاد الخماسي واحد أكفى الشخصيات الرياضية الحقيقة اللي موجودة على الساحة واللي لما نتكلم معاه تعرفه إزاي الراجل ده كمان كان كابتن ياسر اللاعب أولومبي كمان مش بس المدير الرياضي والكابتن عبد الرحمن علي مدرب الخماسي الحديث مدرب منتخب مصر والحقيقة ليه دور كبير جدا في اللي وصل ليه سواء أحمد الجندي أو محمد الجندي دلقاءنا هيكون بعد الفاصل ترحوش بعيد وانتظرونا وإلى لقاء بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر